ملقاً يهشمني الفراق الجارف هلّي عيا مولاي وصل خاطف ملقاً يهشمني الفراق الجارف هلّي عيا مولاي وصل خاطف من قبل أن يرتد طرفك دلّني في داخلي قد ضج شوقاً آصف نجفية تجري الدموع بحرقة وتهيج في من الحنين عواصف وإذا وصلت لقدس عرشك أنحني فمن المهابة سيدي أتراجف هلّا أذنت لضامئ أن يرتوي قد جئت عطشاناً وكفي غارف هل ثمّ متسع لمثلي سيدي وتزاحمت مما جنيت مخاوف فسمعت صوتك في يباسي مشاعري غيثاً يبلّلني وثغري راشف وتقول لي أقبل فتنكشف الهموم بخاطري لما أتاني الهاتف وتقول لي أقبل فتنكشف الهموم بداخلي لما أتاني الهاتف لم أدري هذه جنة الفردوس أم أني على عتبات قبرك واقف من فرط ما لعب الزمان بمحنتي أني على موتي أكاد أشارف هذا الطريق إلى جنانك شائك وأنا وصلت وكل ما بي نازف من فرط ما قدماي أتعبها السرى حاولت أن أمضي وها أنا زاحف امدد إلي قطوف حبك إن بي جوعا لوصلك حيث قلبي قاطف فشعرتني طفلا وكفك طوقت روحي لتمسح أدمعي وتلاطف وأنا هناك على الضريح بلهفة أبكي على تقبيل قدسك عاكف أنت الطريق إلى الإله وما سوى هذا الطريق فكل شيء زائف يا أيها المعنى بآيات الكتاب وما سواك أيا علي زخارف طوبى لمن يحظى بوصلك لحظة نجفية وبفضل شأنك عارف ترجمة نانسي قنقر